يعاني النازحون في مخيم الكيلو 18 للنازحين في مدينة الرمادي منذ سنوات طويلة من تدهور الاحتياجات الأساسية للحياة والخدمات المقدمة لهم وعلى رأسها المية ومن الإهمال والتقصير الحكومي الكبير في مد يد العون لهم مي ما عدنا من 2018 لحد الآن ما وصلنا لهم مي لا شيء لدينا رسالة ورسالة انقطعات ويجبونا بالمنظمات تنكر نطلنا يومية 5000 لتر 5000 لتر ما صعد المبردات المبردة يومية تأكلها بالقل 150 لتر مي والكهرباء ما كوا أي شيء ما قدمونا بيوتنا هاي واقعة يعني من الاحتلال واقعة لحد الآن كل شيء ما حد ناظر علي جينا قعدنا بهذا المجمع لا كهرباء قدمتنا لا مي قدمتنا لا خدمات قدمتنا حتى مدرسة ما عدنا طفالنا لحد الآن الدوام ما الدوم مدرسة ما عدنا كل شيء ما عدنا أي خدمات ما قدمتنا احنا بالمقايمات 18 ومي ماكو يعني يجيبونا نوبات ينطلنا 3 تانكيات نوب تانكي واحد اليوم الآخر يومنا تانكي واحدة نطلنا والله تقول لكم خدمات حل اه تعرف نوب ونوب نوبات يجينا ونوبات الطس وغيرها والله الوعود الحكومية وخاصة تلك التي تتزامن مع المواسم الانتخابية لم يثمر عنها شيء حتى اليوم يوفر أبسط مقاومات الحياة الكريمة لهؤلاء النازحين ما قلينه وليه آخر نهارين اذن الراحة آخر نهارين ما رح جينا ما يفردنه عالي تجررنا مشروع بايب واللي اليوم هاي صاره مش قد نبعدهم من حد يالي ماكوش ما عاروك على مودة الانتخابات ما عاروك يتقرب الانتخابات على مودة العالم تجي تنطينا المي وورا الانتخابة انتهي يحيطعونا علينا سنوات قاسية عاشها النازحون في مخيم الكيلو 18 ولا يزال هؤلاء يأملون بانتشالهم مما يكابدونه من ظروف صعبة بالرغم من تهميش مأساتهم الكبير